حلقة النهاردة ممكن تكون مختلفة شوية عايز أشارك مع حضراتكم الدافع الأكبر اللي المفروض يفضل قدام عينينا عشان يحمينا من كل الفتن العلماء اللي بيدرسوا سلوكيات الإنسان قالوا إن سلوكيات الإنسان طلعة من أربع دوافع إما قيمه الشخصية فهو بيصدق هنا وبيبقى آمين هنا وبيحسن هنا قيمه تربع لها كده وإما العقد المجتمعي المجتمع متفق مثلا يبقى فيه نظام في السواءة وفي الطوابير وفيه إتقان في أشياء معينة فهو مع مجتمعه سواء في الحاجات اللي هو كويس فيها أو بايز فيها social contract العقد المجتمعي أو المصلحة الذاتية اللي ساعات كتير بتغلب على الإنسان تصرفاته طلعة من منافعه الشخصية حتى لو هيدوس على حد أو منافعه تتسق وتتفق مع منافع ناس تانين فيبقوا المجتمع بتاعه أو رقم أربعة القيم الربانية الأربع دوافع دول اللي بيحركوا سلوكيات البشر المؤمنين بالآخرة وطبعا ربنا سبحانه وتعالى الله واليوم الآخر ده المحرك الأساسي دي اللي بيحرك قيمهم الشخصية ومصلحتهم واندماجهم مع أخلاقيات المجتمعات الأخرة القيم الربانية يوم اللقاء يوم الجنة وده اللي ربنا افتتح بيه القرآن واختتم بيه آخر آية في القرآن أول آية بعد الفاتحة في القرآن في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب جد بعد كده يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون بسبب إيمانهم بالنفي يوم ربنا سبحانه وتعالى هيقابلهم لقاء المحب فهم المفروض يخلوا اليوم ده لقاء المحب ويجهزوا بالسؤال في اليوم ده وآخر آية نزلت على سيدنا رسول الله كما يقول بعض العلماء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فالموحدين المؤمنين قلوب تحركها الغيوب وده اللي بيخلينا نقف ونقول إن حلم الجنة هو الحلم اللي المفروض يبقى قدام عينينا لو اتعرضت علينا أي فتنة عشان كده لما زاروا أبو الدرداء في بيته فلاقوا حتى ما فيهاش أثاث قالوا له هو فين الأثاث بتاع المنطقة دي أو الحتة دي في بيتك كان تصدق بيه عارف اللي بيطلع أثاث عشان يجوز مثلا الناس بسطة فقال لهم إن رسول الله أخبرنا أن لنا عند الله دارا هي خير من هذه الدار وأنا أرسل إليها خير المتاع وكأن اللي بيحركهم دايما أنا عايز أبعد إيه عند ربنا أقابل بيه ربنا في الأخرة ولما ينظر ليه ينظر لي نظرة المحب لما قابله فحلم الجنة واستقبال ربنا لينا وإن إحنا نحشر مع الصالحين وما نقفش غرقانين في عرقنا ولا الشمس تبقى قريبة مننا وسيدنا النبي يبقى فرحان وفخور بينا قدام الأمم وقدام ربنا ده الحلم اللي لازم نفضل حطينه قدام عينينا وما يغيبش في وسط زحمة الدنيا والعلاقات والطموحات جميل بس إحنا أبناء الآخرة وده الحصن الأكبر أمام أبواب الفتن ترجمة نانسي قنقر